في الإسماعيلية لجنة من الشباب والرياضة تسلمت النادي بعد قبول استقالة مجلس الإدارة الذي فشل تماما في إدارة النادي الإسماعيلي تم تكليف قيادات لجنة في قيادات فنية قدرية قانونية لتولي إنهاء الإجراءات القانونية بالشكل اللي حيدمن يعني الاستقرار شوية لنادي الإسماعيلي اللجنة على فكرة يعني نجلة المحبي والجماهير والوسائل الإعلام إنها ما تلتفتش للأخبار حول الفريق إلا في موقع رسمي بتاع النادي من خلال الموقع رسمي النادي أو الشباب والرياضة عشان ببس فيه حتة استقرار كده هناك يعني واحد من أعضاء مدري الشباب والرياضة اللجنة الموجودة قال إن الدكتورة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مهتم جدا بملف النادي الإسماعيلي وإنه بيتابع كل صغيرة وكبيرة عشان الهدوء والاستقرار يعود إلى النادي الإسماعيلي بس اللفتة اللي عجبتني جدا إنه فاكة الكرة المصرية كابتن الكبير كابتن على بوغريشة من حبه ومن إحساسه ومن واقع مسئلياته راح النادي الإسماعيلي وهم ليش منصب بس ده ده الأسطورة ده الرمز الحاجات اللي لازم نحافظ عليها راح واكتمع مع العيبة واكتمع مع كابتن أحمد حسام ميدو واتكلم معهم ويعني قال لهم تركيز وعزين نفوز وكان مع الأستاذ سامي عبد الحليم مدير مدير الشاور رياضة بالإسماعيلية ودهم جرعة معنوية هائلة